أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الهدات المهتدين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل حضرة رئيس جمعية أنصار الدين السنغال الشيخ محمد منحملنا إبراهيم نس معالي الدكتور السيد أحمد بكار الحاج عمر نين رئيس لجنة الند والعالمية للمولد النبوي بمدينباي أصحاب الفضيلة الأكارم عيان الأسرة والحضرة سادة المريدين والمحبين أيها الحضور الكرام فتفضلوا بالقبول منا بإذن من خليفة الحضرة البكرية الشيخ محمد الماحي أبي بكر المسنى وفقه الله بالصحة والفراغ الذي شرفنا بحضوره في هذه الجلسة المباركة بمدينة الشيخ رضي الله عنه معقل الأمن والهدى تحية من عند الله مباركة طيبة ملخصة بأفضل كلمات السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقد كلفني سماحة القليفة للحضرة البكرية الشيخ محمد الماحي أبي بكر المسنى وفقه الله بالصحة والفراغ بتقديم أسماء آيات التقدير والشكر والدعاء إلى الفريق المنظم لهذه الندوة المباركة بإشراف جمعية أنصار الدين السنغال وبقيادة معالي الدكتور السيد أحمد بكار الحاج أمر نينغ رئيساً للجنة الندوة العالمية للمولد النبوي بمدينة بعيد قائلاً لكم فليهنكم الظفر بما قد أتيتم به من هذا الحسن الجميل تشريفكم بكر الفيضة التجانية وفتى صاحبها رضي الله عنه بشهادته الكتابية في هذه الندوة العلمية التي تشهد مشاركة كثير من العلماء والباحثين في قضايا الصاعة والأمة وربطهما بمجهودات وإرث أبي إسحاق رضي الله عنه صاحب المقام الرباني الذي تقلده يعني الخلود في الحضرات اللدنية وقوله رضي الله عنه إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان خير شاهد على كون مقامه متجاوز للزمان والمكان إذ ما كان عند الإنعدام يرجع إلى طبيعته بعد محو الوجود الحمد لله تعالى على نعمة الإيجاد والعرفان والإيمان هذا إن وقوع اختياركم لشيخ أبي بكر المثناس من بينس يحفز كل مفكر باحث متأمل إلى سؤال عادي بسيط ألا من هو وما تأثيره في هذه الجماعة حتى يشرف في هذه الندوة للإجابة على سؤال من هو نقول فهو صنو صاحب الفيضة التجانية وأول من استجاب لدعوته إعلنا وأول من شرب من كؤوس الفيضة حتى ارتوى وهو رأس أصاب الشيق قطعا بمرثية من الشيق يوم فات الإنقلاب وللإجابة على السؤال ما تأثره في هذه الجماعة نقول فهو من قال لصنوه شيخه رضي الله عنهما في الأيام الأولى للفيضة التجانية لما توالت الوفود إليه إرواء لضمائهم الرباني لم تعب بقعة والدنا هذه خمسين مترا متصعة لنا إن الله أعطاك ما هو خير من هذه فلنهاجر فكلفه شيخه بمهام البحث للمكان المناصب لهذا المشروع الاستراتيجي حتى وفقه الله بالموافقة مع صاحب تشوفك آنذاك لتسلم هذا المكان الذي شيد فيه مدينتنا معقل الأمن والهدى ولم اكتظت المدينة بالمقدمين بعد فترة وجيزة من فتحها وهو من قال لشيخه فانشر المقدمين إلى القرى وأبقى سليم علي جنبك وهو على ما تريد متمكنه فبارك الله لنا في هذا الانتشار وصان للمدينة عرضها وللشيخ جنابه وللمريدين صلوكهم ولما كانت الخدمة سلما لارتقاء المريدين وقيمة مضافة لهم في صحبة شيخ الواصل الموصل وهو من قال لصنوه شيقه لما استشرف فتورا عند بعض صغار المريدين ما شابه قوله تعالى علم الله أن فيكم ضعفا فإن تكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين قد هرم مريدوكم والأطفال ليسوا مريدا لأحد فرق البساتين فحقق الله في هذا دعما اقتساديا لا يستهان به لمدة طويلة في مشارع الشيخ رضي الله عنهما وما زالت شجرة هذه المبادرات تؤتي أكلها كل حين بإذ ربها والحمد لله أولا وأخيرا أيها الحضور المكرم إن شيخ سليمين هذا لمثل يحتذا به في إخلاص الصحبة في الله لله وبالله وفي قبول نعم الله على الإخوان ما أصبح في أيامنا هذه صعب المنال والإدراك ولا غر أن جعله الله هكذا إذ له من الوراثة الصديقية حيث شهد له ذلك شيخه رضي الله عنه في رسالته المشورة إلى يحيث كتب من سرى فيه السر أبي بكر ويجب التذكر هنا بأن شيخه كان متبحرا في الصيرة النبوية ومدركا محيطا بقدر أصحابه رضي الله عنهم ولا سيما أبو بكر الصديق أولى الخلفاء وثاني الاثنين وصاحب المحبة العميقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى فيه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار فاعرفوا له ذلك فلو كنت متخذا خليلا لاتخذته ورأى أبو بكر نفسه وهو قليل لحاديث كما وصفه الشيخ رضي الله عنه في تفسيره قال لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت متفق عليه وإن في هذين الحديثين ما يوضح لو دعت إليه الحاجة المحبة المتبادلة بين هذين الكريمين نفعنا الله ببركتهما وإن المتتبع لحياة من شرفتمه لهذه الندوة جعلنا الله من ورثته يرى بلا محالة كونه صاحب رؤية وتخطيط استراتيجيتين لامع عبر المحطات التحولية التي مررنا معكم بها آنفا وإذا التخطيط يا سادة الأجلاء وإذا التخطيط الاستراتيجي نفعنا وصاحب الفيضة بين الظهرانينا فهل نكون بغنى عنه عند غيابه عنا ألا إن هذا لسؤال يستحق التمعون في إجابته ولو كان رأس الأصحاب الشيخ سريمين يسمعنا حتى الآن لبادر بدون تصويف إلى أمور منها أولا إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي في الحضرة لمساعدة الخليفة وفقه الله في الصحة والفراغ بالمهام الذي أنيط على عاتقه ما يجعل قرارات الحضرة ناصعة وسهل المتابعة لدى المعديين بالأمر ثانيا استغلال العمق الجغرافي لعاصمة الفيضة التجانية هذه بضراحيح الشمالية بامتداد عشرين كيلومترا لتوفير المصاحات اللازمة لمشاريع الحضرة الإبراهيمية والاستعاب النمو الدمغرافي المتصاعد في المدينة ثالثا وآخرا العمل في خطة تشغيل فعال لربط جميع المريدين والمربين عبر أهل جوهر النظيم لتسهيل الاهتمام بأمورهم كلما ادعت إليه الحاجة أيتها الأذن الواعية إنه لا جماعة بدون اجتماع ولا قوة بدون قيادة ولا فائدة بدون التخطيط هذا ما أمرني الخليفة الشيخ محمد الماحي سيجب أن يسوفقه الله بالصحة والفراغ بالتبليغه فليحلو لكم أيها السادة التكرم بقبول أخلص السك شكر من صميم قلب الحضرة البكرية على حسن الاستماع والاستحضار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته